يشهد معرض دبي العالمي للقوارب الثانية والعشرين والذي فتحت أبوابه رسمياً في نادي دبي الدولية للرياضات البحرية نمواً قوياً بفضل تطور سوق الصناعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط الحدث يعد أحد أكبر المعارض العالمية في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا في قطاع الصناعات الملاحية إذ يستقطب هذا العام أكثر من 750 شركة وعلامة تجارية من خمسين دولة حول العالم بزيادة بلغت عشرون بالمئة عن العام السابق ويشهد أيضاً إماطة للثامل أول مرة عن إحدى عشر يختاً وقارباً ومنتجاً عالمياً وواحد وثلاثين إقليمياً 22 سنة من عمر المعرض هذا يعتبر بالنسبة للمعرض وتاريخه يعتبر عمر زمني جيد لنجاح المعرض هذا وثباته والتطور السنوي بزيادة نسبية تقريباً من 5 إلى 10% في المساحة في عدد العرضين المعرض شمل ثلاث أجزاء البحر واليابسة وأيضاً اللي هي موجودة في خيام العرض المعرض يحتوي على أكبر إخوت موجودة والأول مرة 88 متر هذا معناه شيء جميل جداً أن يكون معرض يقتين بهذا الحجم وتكشف الأبحاث بأن القطاع البحرية في دبي يشهد نمواً مطرداً مدفوعاً بثقة المستهلكين في أسواق الإمارات ولما يحققه المعرض من نجاح تلو الآخر كما يحتضن هذا العام 16 مصنعة إماراتية من بينها إحدى أكبر عشر شركات في العالم لصناعة اليخوت أيضاً المعرض في نسبة عالية جداً من المشاركة الوطنية نحن أمام طبعاً أهم المواقع في صناعتنا المحلية الوطنية أمام القلف كرافت التي قدرت من خلال معرض هذا ومن خلال ما قدموه للمعارض السابقة أنهم يصلون إلى العالم بيخوتهم ليس فقط في السوق المحلية أو الخليجية إنما وصلوا إلى أوروبا ووصلوا إلى أمريكا ووصلوا أيضاً إلى نينزلندا وأستراليا فهذا دليل واضح بأن أيضاً الصناعة الوطنية لا حجم ولا اهتقل في السوق العالمي يستهدف المعرض كافة المهتمين في الصناعة البحرية والمتابعين لها بالإضافة إلى المستثمرين وكبار اللاعبين في السوق العالمي ويعد فرصة مثالية للترويج عن المنتجات ذات الصلة بقطاع الملاحة البحرية طبعاً أولاً معرض دبي يعتبر أكبر معرض في الشغل الأوسط الإخوت والقوارب إحنا مشاركتنا كشركة هذي يعتبر مشاركة سادسة لنا ولكن هي أول مرة تكون مع إخوت آزموت لأننا وقعنا مؤخراً معاهم عقد وكالة لتمثيل آزموت في الإمارات وعمان بالإضافة إلى الكويت وقطر عندنا ياهم السابق فهذه مشاركة تعتبر مهمة جداً من نسبة لنا تواجدنا في المعرض هنا حتى نعلن عن شركتنا مع آزموت اليوم يبرز معرض دبي العالمي للقوارب مكانة دبي عالمياً في قيادتها لدفة الصناعات البحرية وتطوير المنتجات في منطقة الشرق الأوسط والعالم ولسيما بعد فوز دبي باستضافة أكبر معرض دولي في العالم إكس بو 2020